من أهم العقبات دائماً أمام الثقافات هي اللغة لما احنا كلمنا وقلنا إن النرويج هي ضيف الشرف كلكم قلتوا النرويج ضيف الشرف معرض القاهرة بدول الكتاب أيوة وعلى فكرة وراء الجناح ده قصة وراء تحرك النرويج ثقافياً في كل دول العالم قصة وإرادة هو إحنا ليه نكون مقفلين عن نفسنا هو إحنا ليه ما نخرجش للعالم هو إحنا ليه ما نترجمش أدبنا نفس الشعور اللي عندنا في كل الدول العربية عندهم أيضاً في كل وإمكن حتشترك فيه كل دول العالم ضفتي في هذه الفقرة وبستأذنكم أنا حكمل الحوار معها باللغة الإنجليزية وسيتم ترجمته لحضراتكم ضفتي في هذه الفقرة هي أستاذة مارجت والسو رئيسة أو مديرة مؤسسة نورلا مؤسسة نورلا هي المتخصصة في النرويج على نقل الثقافة النرويجية والتحرك ونشر الثقافة النرويجية مساء الخير سعيد وجودك معي في هذا البرنامج شكراً جزيلاً على استضافتي ما رأيك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أكثر من رائع وجميل وكبير جداً أن أرى كل هؤلاء الناس يتجمعون حول هذا الكتاب وهنا وهو شيء أيضاً ملهم سمعت أن عدد المشاركين من ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص يأتون لزيارة معرض القاهرة الدولي الكتاب وهو ربما نفس عدد سكان النرويج نعم هو عدد سكان النرويج ولكن هذا طبيعي مع الشعب المصري ومع معرض القاهرة الدولي للكتاب هل هي المرة الأولى لك لزيارة مصر؟ هي المرة الثانية في الواقع جئت العام الماضي لهذا المعرض من أجل التعرف على المعرض والتخطيط من أجل ما نحقق ونفعله في المرة القادمة والتقيت الناس للتحضير لهذا المعرض ومع الناشرين إذن وجودك هنا هذا العام هو نتاج وثمرة العام الماضي بالتأكيد وخلال العديد والعديد من السنوات نعود إلى القاهرة وأن مؤسسة نرويج لديها تواجد في مصر من قبل وفي السابق وأثناء المعرض الكبرى للكتاب نتواصل دائما مع العديد من الناشرين المصريين بدءا من التعاون معهم وكذلك زيادة مستوى وعدد المترجمين والأعمال المترجمة ومن ثم فإننا أرى ذلك نوع من التعاون ونقطة بداية لهذا المستوى من التعاون على مستويات عليا مع العديد من الأعمال المترجمة وهذا الحدث الكبير في مصر لأننا لدينا رغبة في ذلك دائما هناك رغبة للمصريين في زيارة المعرض بالعودة إلى مؤسسة أونرلا ما هي الفلسفة وراء إنشاء هذه المؤسسة أو جعلها موجودة بذاتها هي مؤسسة تم تمويلها من جانب وزارة الثقافة والشؤون الخارجية ولكن بدأت كمبادرة من المؤلفين والناشرين في عام 1978 لأن الثقافة ربما النرويجية كانت قليلة في أعمال الترجمة ومن ثم عندما يكون لديك كتاب يكتبون إلى خمسة مليون شخص في النرويج كانت هناك حاجة ملحة لعبور الحدود والخروج من أجل نشر الثقافة النرويجية لقراءتها من جانب قراء آخرين كانت هذه هي نقطة البداية كم عدد اللغات الآن التي تتعاملون معها في نورولا عندما تقومون بأعمال الترجمة ما هو الحد الأقصى لقدرات الترجمة للغات الأخرى نورولا لديها ترجمة لحوالي سبعين لغة نعم سبعين لغة مترجمة ومن ثم هناك زيادة كبيرة في أعمال الترجمة خلال السنوات الماضية إن افتتاح المعرض وحضور الأميرة لزيارته ما كان انطباعيا حول هذه الزيارة كان انطباعها إيجابي للغاية وكانت تتطلع لحضور والمشاركة في هذا المعرض الكبير وأن يكون نقطة تبادل بين الدولتين والثقافتين الثقافة النرويجية والعربية أيضا ومن ثم شاهدت الكثير من الأمور الواعدة في هذا المعرض وللثقافة النرويجية والأدب النرويجي تحدثنا عن الأدب النرويجي وكيف عبر إلى العالم الآخر ماذا عن الثقافة العربية والمصرية وعبورها إلى الثقافة النرويجية عندما نزور المعارض الكبرى مثل معرض القاهرة فإننا نلتقي مع الناشرين والمؤلفين والكتاب ونتبادل على المصرح المحادثات ما بين الكتاب المصريين والنرويجيين نرى ذلك خلال كل فعاليات وبرامج هذا المعرض لأكثر من سبعين حدثا ولقاءا وتم عقدها خلال فعاليات سيتم عقدها خلال فعاليات المعرض ونعتقد على المدى الطويل لهذه المنتديات لأننا كل الأصوات مطلوبة دائما وأن نعود بأشياء وبالثقافات إلى دولتنا لذلك نتمنى من وجود خطط وتخطيط على المدى الطويل من أجل وجود ناشرين مصريين وعرب إلى دولة النرويج وأن يفتتحوا هذه المنتديات وهذه المعارض من مصر على مراحل مختلفة ومستويات متعددة لذلك أعتقد بأن المعرض الكبير ونحن نحضر كضيف شرف هذا يعد أمر واعد أيضا للنرويج هل تستضيفون مثل هذا المعرض الكبير في النرويج؟ هل لديكم شيء مشابه لهذا المعرض؟ ليس لدينا معرض كبير مثل هذا المعرض نعم نحن 110 مليون مواطن ليست لدينا معرض كبيرة أو مثل هذا ولكن بعض الاحتفالات الثقافية عبر في كافة أرجاء الدولة وبالتالي نقيم بعض المنتديات الثقافية لعرض الكتابات والمؤثرين وبالتالي والمؤلفين وبالتالي هي رؤية رائعة للالتقاء وبعض أيضا الأداب المختلفة ما هو الأهم الكتابات والنشر للثقافة؟ ربما الخيال أم غير الخيال؟ منذ البداية في مؤسسة نورولا كان لدينا حقيقة كتابة عن الثقافة للأطفال والخيال ولكن ليست فقط الكتابة الخيالية وهي جزء من الأنشطة في مؤسسة نورولا ويقوم بتغطية ذلك ويظهر ذلك من خلال الأعمال المؤلفة الثقافة للأطفال والكتابات غير الخيالية أيضا وهي أيضا مثمرة وإيجابية في النرويج ومن ثم الثقافة تتميز بالعديد من الاختلافات والتنوع من خلال الموضوعات المختلفة وهذا أيضا علامة على جودة الثقافة النرويجية أيضا كنت سعيدا بهذا اللقاء معك وأشكرك على وجودك في القاهرة في معرض الكتاب الدولي هذا العام وأتمنى أن نلتقي مرات ومرات في المستقبل وأتمنى أن يكون التعاون بين الناشرين النرويجيين والمصريين كبيرا ومثمرا شكرا جزيلا وأتمنى ذلك ونتطلع أشكر حلقاتكم على متابعتي دي كانت فقرة بسيطة بس كده زي ما قلت لكم في بداية الفقرة أن تحرص على أن تصل بثقافتك إلى الآخر شيء مهم جدا بدأوا سنة 78 واستمروا وبقوا يترجموا الثقافة بتاعتهم لسبعين لغة مختلفة حول العالم ضيوفنا هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسة وخمسين شكرا